برضو علامات تفهام كبيرة تحديدا حول امام عشور النجم طبعا الاهلاوي او مش النجم الاهلاوي خلينا يكون دقيق هو النجم اللي بيلعب في النادي الاهي وامام عشور واحد من نجوم الكرة المصرية ده ما فيش اي خلاف عليه لكن كولر في تصرحاته في المؤتمر الصحفي بعد مباراة سنبا التنزاني اشار ان يبدو كأن طبعا امام عشور ان هو مصاب ولسه هنشوفه اذا كان مصاب ولا لا وده يمكن اتكلمنا عنه مبارح واتكلمنا مع ضيوفنا ان ازاي امام عشور يكون مصاب وواحد من اهم اللاعبين وانت حضرتك تحطه في القائمة النهاردة النادي الاهلي اعلن او من خلال الكابتن خالد بيبو اعلن عن وجود اصابة لامام عشور وبالتالي تم استبعاده من القائمة الخاصة لمواجهة سانداونز ده اشعة الرانين تبعد امام عشور عن رحلة جنوب افريقيا الكابتن خالد بيبو ده وفقا للموقع الرسمي بس علشان معيه لحسن نكون احنا بنروج لاخبار كاذبة ولا حاجة قال ان امام عشور لعب الفريق اجرى اشعة مصفحات خالد بيبو للموقع الرسمي اجرى اشعة رانين مغناطيسي ليلة امس كشف عنه موجود التهابات مع رشح في رشح كفيف في الكاهل ويحتاج للتأهيل وبالتالي تقرر عدم صفره مع بعثة الاهلي المتجهة الى جنوب افريقيا الى جانب الخبر وبالتالي خلي بالك الخبر ده في حد ذاته ادانة لكولر المدير الفاني مش هقول للجهزة الطبية لان انت ازاي النهاردة بيتم اجراء اشعة هو امام عشور ملعبش ولا يمكن يكون لعب وانا مش عارف ملعبش مباراة العودة وبالتالي انت حطيت في القيمة وهو وفقا للخبر الرسمي اللي خارج من مدير الكرة في النادي الاهلي ان هو اجرى اشعة او اشعة بيقول فيها ان اشعة ترانين مغناطيسي كشفت عن وجود التهابات مع رشح خفيف في الكحل وكان خرج بعض الاخبار او بعض التسريبات ان امام عشور طبعا كان بيجري فمش قادر فبعد المباراة فبالتالي بعض افراد من الجهاز الفني او الجهاز المعاون للنادي الاهلي اعتقد ان هو مش مصاب وان هو متدايق علشان ما شاركش وبالتالي بيطلع النهاردة كابتر خليب بيبو تقريبا بيرد على كولر اللي حط في القيمة امام عشور وهنت النهاردة بتتكلم عن لعيب غير عادي ولعيب هو من اهم اللاعبين اللي موجودين في مصر في التوقيت الحالي ويحتاجوا سواء النادي الاهلي في مبارياته المهمة الافريقية ويحتاجوا المنتخب الوطني في بطولة امام افريقيا باذن الله وبالتالي وجوده في القائمة من المفترض ان هو كان مصاب في الفترة اللي فاتت فانت علشان تدخله في مباراة رسمية وهو في رشح خفيف وفي التهابات في الكاحل فانت النهاردة على اي اساس تم وضعه في القائمة ومن امتى فريق زي النادي الاهلي وبحجم النادي الاهلي وباسمه الكبير بيتم وضع لاعب في قائمة النادي الاهلي وهو في شك في صبته كلام ده مش كلامنا ده كلام المدير الفني السويسري للنادي الاهلي اللي هو مارسل كولر قال بعد المؤتمر بعد المباراة ما خلصت ان لسه هنشوف هو مصاب ولا مش مصاب هو جماعة مش المفروض ان اللاعب اما بيدخل في القائمة لازم بيكون مكتمل تماما وجاهز تماما في المباراة المهمة مع حاجة من الاتنين ما هو لازم يعيما يكون جاهز في المباراة الكبيرة او عموما بشكل عام حتى لو بيلعب مطش فيه الدوري وبالتالي ما بيدخلوش في القائمة علشان على الاقل انا كاعلام والجماهيد ده ما اكلمك في حاجة طبعية ما بقاش عارف ان امام عشور قاد على دكت البودلاء واقول لي هو ما نزلش له هو ما كانش موجود له وخاصة ان المباراة كانت محتاجة امام عشور وكلنا شفناها وكلنا تابعناها ثم اجا اقول من النحية التانية ان امام عشور خد مكان لاعب اخر كان تم استبعاده ايا كان مين اللاعب كان ممكن يبقى موجود في القائمة وبرضو الكلام مش هناللي قايله كولر هو اللي قاله قالك لسه هنشوف بعد المطش وانتحت في القائمة